امور تولع وخلي الدنيا تسخن وكل اللي بيحصل ده عشان هو مش عايز يلعب المطش بكرة كل اللي بيحصل ده عشان نادي الزمالك مش عايز يلعب المطش بكرة عشان لعبته مش قادرة تمشي ده شيء واضح وصريح يعني شيء واضح وصريح هتقول لي ما هو كذبك اه ما احنا كسبناكو الزمالك يعني الزمالكوية هيقولك كده هقولك ما احنا كسبناكو كسبتونا يا جماعة كسبتونا ركلات ترجيح بطولة مظبوط ما عنديش مشكلة رأى إيه؟ إيه اللي حصل أثناء المباراة؟ كل الأرقام في صالح النادي الأهلي كل حاجة في صالح النادي الأهلي ما عنديش مشكلة إن إحنا اتغلبنا ومبروك يا سيدي مفيش مشكلة خالص بالنسبة لي لما واحد يبقى قاعد في عمارة 11 دور وواحد تاني العمارة اللي جنبي أو الأرض اللي جنبي طالع 3 دور مفيش مشكلة لما يطلع دور رابع كمان مفيش مشكلة مش حبقى متداق يعني عمر الكومودينو ما هيبقى كبير عمر الكومودينو ما هيبقى دولاب ولا الدولاب هيبقى كومودينو فيه فرق ما بين الدولاب والكومودينو بالمناسبة فيه فرق كبير جدا ما بين الدولاب والكومودينو الدولاب ده حاجة كبيرة أو حاجة محترمة لو نزل لي يا ابني الصورة نزل لنا الصورة لكن اللي بيحصل ده كله يعني يا جماعة عيب والله عيب اللي بيحصل ده كله لأنك مش عايز تلعب المباراة كل اللي بتعمله ده عشان مش عايز تلعب المباراة واللي انسحب واللي مش عارف انا مش دعوا باي حد ومش هتكلم على اي حد ولكن اللي بتعمله ده كله عشان مش عايز تلعب النادي الاهلي اهو ده الدولاب يا جماعة ده الدولاب بالمناسبة يعني ده الدولاب اللي هو محطوط فيه البطولات خدوا بال حضراتكم من اللي بيحصل علشان ما نتجرش في حد طبعا ده مش كل الكؤوس بتاعتنا بالمناسبة احنا عندنا دواليب كتير دي عينات بس محطوطة في دواليب كده لكن احنا عندنا بطولات كتيرة جدا جدا فاللي انا بقوله لحضراتكم ان احنا مش عايزين كل اللي بيحصل ده سببه واضح وصريح سببه واضح وصريح ومحدش بيتكلم فيه محدش بيتكلم فيه لكن اللي بيحصل ده كله يا جماعة والله بجد يعني انا بتأسف الحقيقة لهذا الشكل ما هو انا فيه كلام مقدرش اقوله على الهواء لان انا فيه ناس كتيرة بتتفرج علينا الفيديو